الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة نحن الآن في امتحان من رب العالمين زلزال ضرب الأرض وهدم البيوت فوق رؤوس أصحابها وهذا الزلزال ولد فقراء وأصحاب حاجة وولد أيضا داعمين وولد وسيط بين الداعم وبين هذا الفقير لكن رسالتي لهذا الوسيط أما تتقل لها في نفسك وأنت تصور نفسك مع هذا الفقير وأنت تسلمه هذه الكرتونة المساعدات يعني لست أدري كيف طابت لك نفسك بأنت تتصور مع هذا الفقير وأنت تبتسم وأنت تعطيه هذه الكرتونة التي فيها مساعدات تتصور وأنت تبتسم على أنقاض هذه البيوت التي هدمت كيف طابت لك نفسك أنت ليس لك الفضل وربما تكون أنت منتفع ومستفيد أنت ليس لك الفضل أردت أن توثق ولا بد للداعم صور يا أخي وأرسل الصور سرلا بينك وبين الداعم وحرص على أن لا تظهر الوجوه أما أن تذل هذا الفقير حتى تعطيه هذه الكرتونة فهذا لا يحل لك أخي الحبيب اتق الله في نفسك لو لا أمن الله علينا لخسف بنا لو نفض الله علينا لكنا مثلهم وربما أشد حاجة لكن الله أمن علينا وحفظ لنا بيوتنا ولم تهدم فقط رؤوسنا ماذا ننتظر أيها الإخوة ماذا ننتظر أكثر من هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرل يحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء استلوا إخوانكم الذين أصلحوا في فقل وحاجة أددت أن تتصدق فتصدق سرلا أددت أن توزع وزع سرلا بينك وبينه أما أن تتصور وتضع صور هذا الفقير على حالتك فهذا ليس لك تقلى في نفسك تقلى في نفسك فربما تكون أنت غدا في مكان هذا الفقير أسأل الله أن يسلح أحوالنا اللهم آمين اللهم آمين